تقول يا شيخ أنا أستغفر الله دائما بالمسبحة وبعد الصلوات و كلما استغفرت و أحيانا بأصابعي أغلط مثلا ما حكم ذلك أختي أم جنة من اليمن بارك الله فيك بالنسبة للتسبيح و الاستغفار الأصل أنه يكون بأصابع اليدين أو بأصابع اليد اليمنى أو كذلك بالأنامل يعني تكون في الأنامل لأن ورد عن النبي عليه الصلاة و السلام أنها مستنطقات يوم القيامة لكن عموما عندنا ما يتعلق بالتسبيحات و التكبيرات و غيرها إذا كانت مقيدة و الشخص يرى من نفسه بأنه لا يستطيع ضبط هذه إلا بمسبحة مثلا فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك ما دام أنه لا يستطيع مثل حالتك تقول ما أستطيع أن أضبطها إلا بخلال مسبحة ما في بأس في ذلك ولله الحمد أما الاستغفار المطلق أما التسبيحات المطلقة لا يعني تسبحين إما تعقدين أصابعك أو أنا ملكي أو تسبحين هكذا من دون عدد بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر